زون ميكس سيمونال كما اول سؤال كلاسيكي عنها كيفش بديت في التحكيم بداية كيفش كانت؟ والله هي الحقيقة انها بديت بالصدفة يعني دخلت على التحكيم كورت يعني وقت صغير في السنف الشابة في مستقبل المرسى في حق الودو الكرم فتحات كرتاج ما الحقيقة ما فلحت الكورة يعني حط الوقت يش كورت؟ العبد حتى الكديم بعد قصيت بعد رجعت في جونيور بعد عود قصيت بعد حولت يعني حتى في السنور نرجع واحد ما لقيتش حظي يعني ما كتعرف كيتبطل في الكورة باش تفقد برشة امكانيات وبرشة وانا ما كانت عندي نادرة كي كنت صغير كنت قصير هكا شوية وما ما كانش عامل بدنا متاع كورة بعد سبحان الله كي بطلت في الكادية يعني باش صارت هكا النقلة في اللي بدنا في الواحد وبعد برازار فهم حكم سابق لنقوة ديما حكم مساعد سابق دولي هو سيفتح امينة يعني برازار هو يخدم مع ولد عمي وخلي علاش ما تدخل التحكيم كنتي مغروم بالكورة دخلت عام 99 الفين وقتا كان عمري 25 سنة دخلت القطاع التحكيم ومبعد تغرمت بي والحقيقة القطاع يعني شجعني برشة وخلاني في دومان الرياضة والحمد والله يعني قداش عديت في الدومان قرابة 16 سنة يعني في ميدان التحكيم كحكم ومبعد يعني حتكي خرج ما ما قعدش قعد ديرك دخلت في المسئولية انتي علقت اندي علقت في 2016 دونك بديد الفين هكا الفين هكا باي كماش يخذيك الدسيزيون بتاع ايقاف تجربة كحكم والله يخذر هو الهي دسيزيون صعيبة لكن تتوفر برشة اسباب هي اللي تلزك ربما لانك بشتاخد دسيزيون كما هذيك بشتبعد عالتحكيم موش موش سهل يعني بشتقص نشاط يعني وخاصة انو انا قصيت وكنت يعني موجود وقت على الساحة ونظفر وفي الرابطة الولى وما عندي حتى حتى مشكل بول في الاربعين عام هكا في الاربعين ايه بشترك خمسة سنين ايه اخذ الموقع الثاني يبدأ عندك تموح في حاجة كي قل التموح ولا ولا يعدم وتشوف تولي ما عادش يعني ما عادش عندك وين توصل اللي يعني حققت كما اقول وصلت البلافون بالعكس بشتولي بشتولي ترجع بشتولي تعمل خطوات يعني الالتالي وقتها الحقيقة ما فهمت يعني الشي هذي يلزني بش ناخذ القرار هذيك ونقطاع ندمت تولي على بعض طوى هكا قديش حانا كربع سنين ندمت تولي والله ما ندمت تولي على الحقيقة توقع انك ساعة ساعة تفقد الميدان ساعة ساعة طوانا نمشي حتى حتى كمراقب ساعة ساعة تقول ماذا بيراني انا مزلت انا خطر لطوة مزلت ان كنت النجم موجود يعني نظفر اما على القصان ما ندمتش يعني بالعكس ما خصوص ان انا كمقودك اعتزلت قبل الوقتك معناه قبل الوقت نزيل عليش في برش حكين في تونس كنت بحصينا بحصينا لجيام غاب نقزيج عاتزلوا قبل الوقتهم ايه ورأى الاسباب مختلفة انا كنا جاءت فرد فقط عنو قصينة لكن انا انا اسباب وقمش في فرد فرد يعني انا بكل صراحة اعني حكيني تت قومة على الساحة انا لم يكن以上 بحظ باكا نكون في القيمة الدولية بعد القيمة الدولية الان كانت يقع على المساعدات كان صحيح تظفر وموجود وحد وكل لكن يجب عندك فما كان دموحي اني ندير مثلا ادوار نهائية على ثلاثة ولا اربع مرات في جورة بعضهم ما يتمش تعييني في الدور النهائي رغم اللي انا كنت يعني موجود على الساحة وكذا وكل مرة يكون فما سبب بديت نتقلق بديت حسي تروح حتى حتى المرضود متاعي يعني ستصير مو في لامة وليت نظفر يعني عادي ما يهمنيش في شنو اللي يعني الاديم متاعي أو كملت المقابلة وقد أني من او كنش الهدف متاعي اذا كنت تنابت يعني الليل بازير منك باش تحب أن تتزفر باش تعمل جو يعني فن هذا الا التحكي موش انيهم فينيات خسيت بحك كنت نجم تكون موجودو ما كنتش فيه والله فما اربع فنالات هم الحقيقة فما الفنالات اللي يكون كان فاهم نجم الساحلي يعني للطرف وكنت انا يعني في وسط العام ندير مقابلات للنجم الساحلي فما حاقتهم وقابلات هامة بعد كنجي في الفينال يعني ما ما قنعتنيش انه موجود نجم الساحلي طرف الدورة يعني باش انا ما نظفرش نهائي هذا ينهائي والناس كل يعني تتفرج فيه كما اقوله يعني بعكس يعني حتى حتى كان حكم عنده نواية هكة ولا عاطفة ما نجمش في دور نهائي باش يعني يكون رئيس جمهورية حاضر وعاد وكل واهم من هذا الكل يعني الناس الكل اذا انتي ما عندكش يعني كفاية ثقة ولا ولا واحد انا ما نظفرش نجم الساحلي في و있는 نأبر وعند تلك賜 offended و Kapla اشتركت من المقابلات خاصة اللي خاصة اللي خاصة اللي موما humble بعد قم اذا اني الفينال من بعد جاء فنال فيه لوقت الدربية وكذا بتاعلي تاني عندي مشاكل مع التارجي من بعد جاء لتوال وقابس لحقيقة هذم كل دون كاني بالنسبة لي ايس من الفناليات بكل صراحة بش نوقض نزفر في وسط العام يعني وكل ما ريش قلقتك الحكاية انك محسوب عن نجمة الساحلية والله يقلقتني برشة قلقتني برشة واللي غاضني يعني حسيت روحي سيب لي فهمت يعني خطر ان حصرت في مراد بن حامس بكل صراحة ما فهم حتى حكام يحب الجمعية وفهم العديد يعني وبرشة حكام يحبوا جمعيات ويزفروا عادي ما فهماش انا كل زفر نجمة الساحلية فهم هالة اعلامية هو التوار او الحقيقة هو التوار وباقي العبيد فهمت يعني تقول لك هكا وهكا وحسنت عتا طوف المافيولة في الواحد ديما تقعد العبيد اللي اتهامات هذيك انك انك انت محسوب عن نجمة الساحلية محسوب على هذا بفسي حكام ما نعرفوش انت مقيتهم انت عايش اعلنته او كيفيش بالضبط حبك للتوار معانا والله انا ما اعلنتهش لو انسالته من الله فاسأولوه البخت اه طوص هي احنا انا انا حكام يعني نعايشين مع بعضنا نكوروا مع بعضنا وورانا البرة من الواحد عبارة على نحكيه عادي يعني على الجمعيات وعلى فريقك وفريقي وعادي فهمت عندنك الحكام زو ملائك يعرفوا وشنول يتحب كمانا نعرف برش حكام وشنول يحبوه وشنو فيه بزهري اول مقابلة يعني ليه في الرابط الاول كان فيها تقرف النجم الساحلي مقابلة شهيرة عام الفيلم عاشرة مقابلة النجم الساحلي بترجل الجرجيس والله وحتى كان اسمعو فيه توقت الحكم الرابع وكمعا فما حاجات صارو يعني واحد اه بوا ما مشاوش فيه فيه صالحيانة كما نقوله وجاه هدفه النجم الساحلي في الوقت الضايع اه من وقتها بداية عادة يعني اه يعني موراد بن حمزة يحب النجم الساحلي ولكن الحمد لله حتى بتصفير الناس كنتشفت مراد بن حمزة شنوه غلط يعني ما نقولش واحد ما غلطش يعني كيف وكيف الحكام في العالم الكل مش في تونس كاملة تعرف الصفرنا طيب مراد بن حمزة كيفاش كانت اللي نشوفه نظفره والحمد لله يعني كارير كل كملته كارير نحبط للتيران لنعرف لقالبي اللي نشوفه نظفره مقابلات يعني بنسبة 90 مية نجحت في مقابلاتي فما بعض المقابلات عملوا لي شوية مشاكل ولا لمنجحت في دارتهم اذاك توفيق عند ربي يعني مقابلتين عملوك مشاكل فما برشا مشاكل فما مقابلت ترجي اشهر مقابلت بتاع الترجي ونتي سفيقس يعني سنة 2013 بتاع حيو تراتس بتاع حيو تراتس اذيك تبقى يعني ذكر يعني ما تتنسيش لليانة للجمهور الرياضي جالتاو مزيلو ما نسويش اه اشنو ما يكون يستعم مقابلت ذيك ما كنتش في فوما شنو كيفاش بالضبط والله ما اقول لك سبحان الله ساعة ساعة ما تلقاش كيفاش انا المقابلت هذيك قبلها يعني في البلايوف عمل دربي ودربي نجحت فيه يعني بنسبة كبيرة فهمت يعني ترجي انت سرع النادي الفريقي النادي الفريقي ما حسش حتى ظلم الحكم يعني قليل الدربيات اللي ما تشكيه شويه من تحكيم يعني بنسبة كبيرة تسمى تسمحت فيه بعد اه تخلنا وقتها للنزل في الحمامات وقتها فيه تربص اقول يعني للمقابلة ونحنا في النزل تم تعيني في مقابلة ترجي ولادي الفريقي اه انا بالنسبة لنا وقتها كبيرة بن حمزة حكيم يعني موجود على الساحة هذي يرى بعد القايمة مبرش عبيت تخلط بين دخول القايمة هذي بعد ما ما تخلتش يعني انا صحيح وقتها ما عاش عندي حق خرجت اللي استنتاع القايمة وانا حتى في العمر ما عاش يسمح لي باش ندخل وقتها للقايمة الدولية اه عادي يعني مقابلة بالنسبة لي انا بالعكس باش نصبت فيها يا جادارتي باش نبين فيها اللي انا يعني حكم موجود وصدقني حتى كنت فرش فيها وتفرش فيه برشا مرات راه يغيذني الموجود اللي عملته والنجاح اللي حبيتنا نجحه لكن في وسلمقابلة كان لعبية تذكر ما كانش من المقابلة السهلة يعني كانت فيها برشا 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 قرارات يعني ادسكيتيف نجمو نحكي وفاهم نجمو نحكي وفاهم نحكي وفاهم يعني ورقة صفرة ورقة حمرة هنا حتى انتي كحكمي الجسيون سخونة هي سخونة لكن انتي انا معرفش نتصرف يعني ابارة قرارات الكبيرة خذشت والعرف البكري نوصل المقابلة ضحيت يعني وخرجت وحلت وفمت ويعني ما مشيتش معايا لحقيقة كيما كيما ملاعبي انا عارتها كما مشيتش معايا خطر علاش انا عشت مقابلات ساعات ما نظفرش بلانتي لكن نخلي الجورة ايضا خلت العباد راوتو المسؤولين را مش على مجرد بلانتي بجيش علون حكم تجربتي را وساعات التصفير متاعك وليجسيون متاعك حتى في مخالفات حتى فيك هذي هذيك تخلي الجوي تشحن وبعد جيت جيت بلانتي متاع متاع العكايشي وبالنسبة لي كوني سور يعرفوا التمركز متاعي كان غالط والله يعني ودي ما قلته شي هذية مريض حتى حاجة تير من العكايشي ضربت يعني في يد بن صالح شوف كان في الكورة رجعت تصورت حتى أنا وصحابي كورة سريعة ما شوفنا حتى شي هذيتها الكل على كتافي لأنه كان مهم مجدسيزيف لكن ما حنا ما ونحنا هذا كان كان تلعب تراجع البلويفة ذيكا يعني برشة جمعية الضلمت برشة جمعية استفادت ومحصوب في كل جولة فما جاء في فريق يستفادوا فريق واحد يعني ما هي الخطأ الوحيد ظلمت الاسبرونس وقتها في الماتش ذيكا والله يما قلت لك ظلمت اللي هو يعمل حاجة متعمد أنا كما قلت لك ظفرت بدون حتى يعني لا نوايا لا خلفيات لا حسابات ورشة يمكن كان حسبت كنت الناجم المنع منع طرح يعني حسبت كما قلوه في مفهوم التحكيم يعني حتى في الأوراق حتى في هذا أما أنا اللي شفت و ظفرته اللي ما شفت ما ظفرتوش مالورز ما يعني بيه سيمولاد اللعبات كيفش كانت تتعام معاك وقتها طب مثلا منغدوهم تعال ماتشا ذاك وإلا ماتشا كبار تشدوهم لعبات في الشيئ كيفش تتعام معاك وقتها هو الماتشا ذاك يعني الحقيقة كان يعني كسبسيونال واحده ما عشتش حتى مرة كما الماتشا ذاك يعني بالعكس فهم ماتشاوية أخرين كبار وواحد وعادي ماتشا ذاك يعني يعني حجم الواحد الاتهامات اللي كليتها يعني حجم كبير ما نجابه شري تحملو للسب يعني حتى يعني كما يقولوا يعني على الفيسبوك أنا وصلت وقت بعد الماتش السب بداية بالوقت سكرت تليفوني مرجعت الحمامات نكملنا يعني للترب وصبعدت انقطعت شوية على العالم الخارجي بخلافة يعني من سنين يمشي يخدم يرجع ما الحاجة البالية أنه كيتوقفك عباد يعني في بحكم على نسق في تونس وجمهورة طارجية معظمة في تونس يوقفون يعني يسوي رجال كبار نحن التونس دي ما رأوا طيب يسبك في ظهرك في كذلك يجي يقدم يسألك يجي ويسألوا حقيقة ما تهجم علي حتى حد يعني ما نذكر حادثة حدثين يعني إنسان متعادين في كراها بكاكة كلمة من اللي يوقفون يوحكيهم معايا وتحكي معاهم الحقيقة يصدقوك ويحسوا يعني الصدق متاعك الخطأ رأوا ما يخطأش وساعات خطأ يكون يوجد ساعات خطأ لكن الحمد لله يعني تحيخي مع الترجي وحتى طول حقيقة عليها حتى بمسؤولية الترجي واحد يعني ما فهمت رجعت إلى 16 عام والله الحمد لله يعني كما قلت لك الحاجة خائبة ربما ندخلت في سن كانت خلت في سن أكبر شوية كنت نجم نعمل يعني كريير خيم أصغر 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 شوية ندخلت 25 سنة يعني لمية درج باش حكام وقت يدخل للتحكيم لكن في السلطاج السنة حققت لي يلزم نحق وطرقية يعني في درجاتي اللي نصلت الدرجة الفيدرالية الحاجة الوحيدة اللي ما اكتبهش ربي هي دخول قائمة دولية يعني كنت والله ما قلت لك الدخول القائمة دي ما يعني أنا يعني كما قوله كرتوشة بركة دي كالاخر العام اللي وصلت فيه للقائمة هو العام الاخر وعملي 37 سنة القائمة الدولية ما يجب مش تفوت 38 سنة وقت العام الاخر يلزم ني باش ندخل كان فما تنافس بنين وبعض اللي زملاء الحظ يعني مشام عام هما دخلو هما القائمة ما تخلتش بعد و بعد هي عمل ثلاثة سنين في تونس يعني موجود و حظيت شوية ظلم كنت ولي شوك لك بار بعد شوية في تونس ومتخلتش لأعطي اللي ستا اي لا يخزر من قلت لك موج ظلم ديما القائمة فيها برشة عوامل وبرشة معطيات وبرشة واحد ديما نقول سهل من عند ربي فهمت يعني كان ربي سهل فيها ان دخلت لقائمة الدولية بوان حتى كما دخلتش كما قلت كملت والحمد لله يعني في بلادي لغي قدري وقعت موجود على الساحة كملت ثلاث سنين بعدها ظفرت ولينا انقطعت حتى كنقطعت قعدت يعني رئيس الجمعية التونسية حتى نكور القدم وبعت شديد رئيس اللجنة الجهوية في تونس والحمد لله وانا قموا بعملنا 4 سنين طوما اللي بطلت خلقت عليك بلغز وفرق كيفاش قمت من غضوة مكش ماشي ترينة ومكش الحاجة الوحيدة اللي كانت ما عمديكش ماتشو الحاجة الوحيدة اللي خسرتها هي الحقيقة اللونترين موف يعني طوى قبط اكثر من عامين مجريتش عاد الميزان زيد اكثر من 20 كيلو يعني هذي حاجة حاجة مش باية فهمت عاجة يعني حتى اختر حتى على صحة الانسان اه ما عوضت بحاجة الاخرين يعني تخلت ميدان تدريب يعني عملت بعض الدرجات هكا بشكريني الشبان رانيت شوية هكا في اكاديميات يعني قعتناش شوية ما مبعدش شوية على عدو من الرياضة فمع بيدي فرحة كبار المرال بن حمز التحكيم والله ما نتصورش خاطر الحمدولله علاقتي بالأطراف المداخلة فهمت علاقة الحمدولله يعني طيبة جدا فهمت اه انا انسان مسالم جدا من ما ما تصورش تحكي عليه خاطر فمش كون قال مش بشيقة في التحكيم كي مراد بن حمز بطر حكم من حكام يعني والله انا اول مرة الحقيقة سمعتها لكن ببالك شي خرجت من السياق متاحها خاطر هو التحكيم مش بشيقة لكن يعني يبقى كما قلت لك انا نتصور تخرج من السياق متاحها حاطر ما عندي حتى عداوة في قطاع التحكيم لحكام للمسيرين لا ما نتصورش يعني حكم بشي قول التجربة متاع المافيولة كيف اجيت والله عم ناول تم استدعائي يعني لبعض الحصص وقتا كنت مع يسر سعد الله ووحيد لحقيقة يعني كان تحدي جديد استهواتني لكن زادا مشكلها كي برشا مشكلها يعني كل الحصة تعاني منها بعد بعد الحصة يكلموك حكيم بعض الحصة الحكيم اكيد يعني بحكم التواصل المتاعي بهم يكلموك وانو تشاول يعني في بعض الاراة خاصة واحد وصورتوان والساعات انتي تحب تستقي يعني تستقصي معا من عندهم بعض الزفر هكا بعض الجوانب اللي كانت يعني خافي على الكاميرا واحد لكن اللي ديما اللي يبقى يوجع انو هو قرار اللي شنوه المافيولي هي فهمها صورة الفازاية نجم الحكم في الملعب يعني اخطأ وما شفش لكن انا فهمها صورة الفازاية بش نحكم عليها هو رأي رأي شنوه ليزايد ربما على رأي العباد انو فهمها خبرة في التحكيم والخبير تحكيمي مشكلة رأي اي مواطن المشكلة انو المهير ما تتقبلش الرأي هذيك اليوم يسبك جمهور لطوال غوضو يسبك جمهور لكلوب غوضو جمهور لأسبرانس اي يعني واحد تعطي الرأي متاع مخالف للي حبوهما بيشتاكل السبو ويشتاكل وهيدي الحاجة اللي ربما مقلقة شوية كيفاش قيامها اليوم التجربة تشوفها نيجح حقي فيش بضبط والله الحمد لله أنا فرحان بيش برش التجربة حاجة بركز نحب نوصلها المستمعين والجمهور الرياضي رأوا مش هنا بش ندافع ولا بش وعد لكن المافيولة رأوا يعمل فهم ورد بن حمزة ويتحمل مسؤوليته على كل حاجة نعمل فهم في المافيولة خاطر بكل صراحة يعني كما نقول اللقطات نختارهم بنفسي نتبع المباريات ونختار اللقطات الحكم يكون متاع ساعات يجيك اتهامات وهكا وهكا ينرجع المحسوب بالفرق الكل يعني تشكيت من المافيولة وفرحت بالمافيولة كما الحكم ساعات اليوم يزفر معاك باهي وغضو يزفر ضدك خيب نفس الشي في المافيولة صحيح فما فرق بين كنت حكم تشوف روحك في المافيولة واليوم انت تحكم على الحكام هاي فرق كبير الحاجة ربما نحس بها خاتر حسيت انا قبل ابدأ مروح في اثنية سورتون نزفر ساعات في الجنوب وكذية ابدأ مروح في اثنية والتالي فونية بتسمع شنو وقال في المافيولة وتسمع وكذية كانت توجع برشة برشة خاتر ساعات تتت تزفر ويصير خطأ ويزيد ووريه في المافيولة حتى اللي ما شافوش والي يشوفو وغضو بش تمشي تخدم حتم تفا Näي بشutt حتى يعني يعني مانيش كما نقولوها باش نغطي حاجات فما حاجات هذي واضحة اندي زفرت غلط سبحان الله يعني بالعكس الخطأ يعني جائز ومن نجمش انا باش ما نمريش مافيولة ولا من نمشي في فرايا يعني هذا صورة تلفازية لعبات تفهم لعبات تفهم لعبات كذي دونك بفياش حاجة ما شكل حاجة عمل دعشش؟ نعم ما نتذكرش اسمائها ما اكيد يعني ما تعجبهمش يعني المافيولة في بعض الاحيان نعم من سن المواصلين حوال امتعنا مع حكام السبق مراد بن حمزة مشونا متفتيحة مع موزيكو بعد نواصل ونحكيوها على مسير تمو كذلك على واقع القطاع في تونس بصيفة عام المواصلين حتى الـ 25